بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت فيديو اليوم سنتطرق فيه لعملة الاتريوم للتحدث عن هذه العملة ومعرفة بعض الأسرار التي جعلت سعرها يتعدى 1200 دولار بماركت كاب يفوق 139 مليار دولار حيث يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق ارتفع سعر الاتريوم من 737 دولار إلى 1200 دولار في غضون أيام قليلة فهل سيكسر أعلى مستوى له على الإطلاق أم أن تصحيح قادم لا محالة وذكركم أني لست بمستشار مالي أو خبير مالي وكل ما ستجدونه في هذا الفيديو أو الفيديوهات القادمة وفقط رأيي الشخصية المتواضعة ونتيجة الأبحاث التي أقوم بها الإتريوم هي ثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية ماركت الكاب الخاص به يتعدى 130 مليار دولار كما ذكرت في السابق ونلاحظ أن هذه العملة لم تتخلف عن الترند الصعودي لمجموعة من العملات الرقمية والتي على رأسها البيتكوين الذي وصل سعره أكثر من 40 ألف دولار حاليا وسيستمر المستثمرين في هذه العملة بالدفع بتمن الإتريوم إلى الأعلى لذلك نرى صعود الإتريوم إلى أكبر مستوياته منذ 2018 وهذا الصعود يذكرنا بصعود الإتريوم يوم 27 يناير 2018 والذي بلغ فيه سعر الإتريوم 1400 دولار وكان تأثير البيتكوين والدعاية الإيجابية التي رافقته في الآونة الأخيرة بعد مجموعة الأزمات التي تعرض لها العالم وعلى رأسها كورونا مهما على سعر الإتريوم زيادة على الأزمة التي يمر بها الـ XRP والتي أدت إلى تحويل عدد كبير من المستثمرين في الـ XRP لاستثماراتهم من الـ XRP نحو الإتريوم ويرجع ارتفاع سعر الإتريوم أيضا إلى الجيل الثاني من الإتريوم الإتريوم 2.0 وهو تحديد جديد لشبكة الإتريوم التي ستعمل على تحسين الشبكة وكفاءتها وقابليتها للتوسع مما سيؤدي إلى الرفع من قدرة الإتريوم إلى إجراء المزيد من المعاملات بشكل كبير وأسرع وتخفيض الضغط على شبكة الإتريوم وتخفيض أيضا الرسوم المفروضة على استعمال الإتريوم وبذلك ستصبح شبكة الإتريوم وعملة الإتريوم أكثر شفافية ومفتوحة للتمويل اللامركزي ديفي إذن كانت هذه مجموعة من بعض الأسباب التي جعلت الإتريوم يبلغ أرقام قياسية في وقت وجيز ويستحوض على ثقة المستثمرين ويتصدر تقريبا الماركت كب 139 مليار دولار خلف البيتكوين أرجو أن يلال هذا الفيديو إعجابكم فلا تترددوا في الاشتراك بالقناة وترق تعليقاتكم حول عملة الإتريوم هل سيستمر سعود الإتريوم ويتجاوز 1400 دولار أم سيكون تصحيح قادم وينزل على سعر 1000 دولار دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله